السلام عليكم لو سمحت يا شيخ أنا عايزاك تشرح لي الحديث ده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة أو الخلصة الحديث ده معنى ايه؟ الحديث ده ملخصه بيتكلم عن الردة اللي هتحصل في العرب بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في قبائل من العرب هتعبد طاغية من طواغية قريش وبالتحديد كان في منطقة دوس في قبيلة دوس فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه ذي الخلصة ده ده طاغية كان يعبد وكانوا بيعبدوا هذا الطاغية فالنبي بيقول إنه بعد وفاته هيحصل تزاحم على عبادة هذا الطاغية مرة أخرى وده من الأحاديث اللي اتكلم فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الردة اللي هتكون بعد وفاته